السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ورود أمال. في لعدة أمال أعتذر عن الغياب. وهذا رجع لظروف صحية. ردقة الصوت لا يمكن أن نقدم لكم فيديوهات. والفيديوهات يجب أن يكون فيها الشرح وافي. إن شاء الله سوف نلقاكم بأحسن حال. سوف تكونوا بخير إن شاء الله. نزولنا تحت رغبة الأخت شيماء عبدالله من مصر. سوف نقوم بصناعة الظهرة جميلة جدا. صناعة البنسة. ظهرة جميلة جدا. لا تطلب وقت كبير و سهلة و سهلة و سهلة جدا. سوف نشوفها هنا في هذا البرواز. يوجد قدر جميلة جميلة جدا. لا أريد أن نغلب هذه الجهة. لكي تفهموا بأنه سيديو كارتان. يعني تحاولوا أنكم تأخذوا مستطيل هكذا مرتين. وتقوموا بفتح المستطيل الأول بهذا الشكل. هذه الأشكال التي تحببتها. تحببتها بشكل كبير. لكي تضعوا الصورة لكم. تغلفوا طبقة السفلة بهذا النوع من الأقميشة. يعني تعريف ميزة إليكس تنصيب كما رأيكم تشاهدوا. لديه ميزة جميلة جدا. تساعد كثير في تغليف سلل ولا أي شيء حبيت تغلفه. في ألوان جميلة جدا كما رأيكم تشاهدين. أنا اخترت هذا البوردو. فعملت دي بوندلت هكذا. يعني على شكل أشريطها كما رأيكم تشاهدي. ولفيتوا على الطبقة الأولى من الكرتون. بعد ما قمت بهذه الرسمة هذي. يعني عملت هذه الرسمة هذي. دمي ساحل هكذا منه ومنه. تحبي تعمل قلب. هذه الكشيرة جعلية. وتلفيه على الطبقة الأولى. تتحصل على هذه الأشكال جميلة جدا. وتغلف في طبقة السفلة. بعدين تقوم بجمعهم. يعني طبقتين. تلسقي طبقتين مع تنين هكذا. تتحصل على هذا البرواز. بعد ما تتحصل على هذا الكادر. أو البرواز هذا. نحن نشوف كيفية تصنع صهرة البنسي. اللي قمت بها. أنا بتزيين هذا البتي كادر. بما أنها رهيفة جدا. والتي تخفين. يعني تتوالم في تزيين. يعني سورتو الكادر. ونتحطوه. عفوا. ونتحطو الصور تر أطفالتاكم. والصورة تذكرية للعائلة. بلمسة من يدك. هنمر مباشرة إلى طريقة الصنع. لكم زهرة بسيطة جدا. وسهلة جدا. كذلك. ما عليك إلا أنك تركز جيدا على طرق العمل. ناخدو شاريت اللون اللي حبيتي. الزهرة هذه. يعني الميزة تحق عندها عدة أشكال. وفيها عدة ألوان. يعني فيها. عدة ألوان. يعني فيها. سورتو الفيولي. ولا الموب. ولا الأسفر. ولا الأبيض. فانتي تختاري الألوان اللي حبيتي. ولكن الشاريت فقط يكون. شاريت 4 سنتيمات. باش تحصلوا على هذا القياس الحقيقي لهذا الزهرة. راح نشوفو كيفية. كيفية نفصل هذه الزهرة هذه. ناخدو شاريت 4 سنتيمات. والطول بتيلات سيكون 5 سنتيمات. ونلفوها 4 مرات. زهرة هذه الميزة تحق أنها متكونة من 5 بتيلات فقط. عفوا. يعني 4 بتيلات ستكون نفصل بطريقة واحدة. كما راكي تشاهد هنا. هكذا. والبتيلات الخامسة. راح تكون. يعني. الشكل تحق مختلف قليلا. يعني. ما راح نفصلو. بالشكل الطول هكذا. ولكن. نفصلوها بالعرض. يعني. ناخدو الطول. انتال. 6 سنتيمات. كما كنت تشاهدو. ونفصلوها بهذه الطريقة. يعني. تحطيها على تنين. هكذا. تقصبها على تنين. من بعد. نفصلوه. بالعرض. كما راكي تشاهدي. هكذا. نعطو لها. شكل البتيلة. كما تحودنا في الفيديوهات السابقة. هكذا. وننظروا قليلا. هكذا. نقوسوها. باش نتحصلو على شكل البتيلة. هكذا. نحن نتخلصو من هذه الطبقة العليا. هذه الشريت. التي فيها هذه الأسودور. هذه. باش. يعني. عند الحرق. لو كنت تخليها. ما راح تقدري تحرقها. فلهذا. لازم نتخلصو منها. انتبهي جيدا. الى طريقة الحرق. شوفي. أنه. نستعمل فقط. لو الأزرق. يعني. 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 كي تكون سخونة. راح ندروا. هذه الحركات. شاهدي. النيراني. نحرق باللون الأزرق. فقط. ما نستعملش كامل. اللون الأحمر. هكذا. لان. راح نحتاج فقط للحرارة. هكذا. وحاولي الولاعة. ما تكون شعلة بزاف. باش. ما تغلبكش النار. حاولي كذلك. انك تختاري. نوعية جيدة. من الأشرطة. أنا. ما عنديش مركة. يعني. قبل ما نشتري. الأشرطة. نحاول أني. نشوف الأشرطة. ما تكونش فيها. نيلان بزاف. يعني. وتكون شوية تقيلة. ما تكونش هذه الخفيفة. خلاص. اللي بتاكلها. بسرعة. نتحصلوا على هذه البتلا. كما راكيتش. هذه. بهذه اللي نغفوغ اللي عملناهم. راح نشوفوا. طريقة تفصيل. تاع البتلا. البتلا الأربعة. لنفس الطريقة. ولكن هدي. نفصلها بالطول. كما راكيتش. هدي. نخفصلناها بالعرض. هكذا. لنفس طريقة. يعني. نطلع هنا. ونقوس. بسرعة. لنقوم بشكل طريق. نقوم بشكل طريق. سنتحصل على هذه البتلا الأربعة. لنقوم بشكل طريق. كامل كيف كيف. سنتبهي جيدا إلى طريقة. التجميع الزهرة هذا. لأن الشكل طريق. لو عرفت كيف تعمله بشكل صحيح. ستعطيك نتيجة مرضية جدا. سنرى. سنرى مع بعض. سنرى. تركزي على طريقة التفصيل وطريقة التجميع وطريقة الحرقة نفس الشيء نحرق باللون الأزرق فقط الأطراف ونحتاجه فقط للحرارة لا نحرقها ونعمل هذه التموجات كما رأيك تشاهدي وأنصح الأخوات كل واحدة تريد تعمل أي زهرة أو أي وردة ضروري جدا أنك تتأملي في الصور ستعاونك كثير في صناعة الورود خصوصا الأخوات التي تريد تحترف هذا المجال حاول أن تتأملي الظهور لكي تحفظ الحركات التي تحفظ تحفظ أشكال المختلفة ستساعدك كثير في النجاح لكي تنجح في صناعة الوردة والزهرة التي تريد تتعلمها حاول أنك تختار الألوان المناسبة وتصنع الأوراق المناسبة لكل زهرة هذه تحفظ 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 أهم مصائح التي تقدمها لكم في صناعة الورود حاول أنك لا تكون متقيدة بوردة حاول أنك تتعلم عدة زهور بما أنه كالكيفيات طرق الصنع لما لا تحفظ تركز أكثر على طريقة الحرق ندخل الوقت حتى نحرق لأنها مثل تفهم وعرف الأخطاء تحاول تتجنبها تحفظ حاول تنتبه جيدا إلى طريقة الحرق فقط يستعمل لون الأزلق لا تجنب حتى يدوض نجمع هذه البتلات الأربعة كما تشاهدون هنا حاولوا الآن كيف تركزوا على طريقة التجميع هذه الزهرة فيها أشكال وكيف تجميع هذه الأشكال هي رح تطيك الشكل الصحيح الشكل الأول هو أننا نجمع هذه البتلاتين بهذه الطريقة كما الأجنيحات على الفراشة كما تشاهدون هكذا كأنها أجنيحة متاع الفراشة الشكل الثاني سنقوم بعمل على شكل قلب كما تشاهدون يعني كنت تجمعهم مع بعض في الاثنين هكذا الاثنين ستحصل على شكل قلب كما تشاهدون أقول لكم هي أشكال بعد الجمع ستعطيك الشكل النهائي للظهرة نجاح التحرح يكون بجمع هذه الأشكال تحصل على هذا القلب بعد أن نجمع هذا القلب مع الفراشة هكذا نحن نحصل على الشكل الأول من الزهرة التنسي التي قلت لكم سهلة جدا وفاسيلة كما تشاهدون هذه الطرق من الزهرة سنقوم بالطبقة لتحصل على هذا الشكل هاد أما الطبقة البتيلة الأخيرة التي قمنا بفصلها بالعرض لستخدمة البتيلة سنضع المكملة نضع الشكل النهائي للزهرة نضعها في الأسفل لكي نحصل على الزهرة كما تشاهدون وحاولي أن تقوم بهذه الحركات لكي نضع تحت الزهرة هكذا نحصل على هذا الشكل إن شاء الله ستكون فكرة واضحة أحدثكم قليلا على هاد الأقلام هاد الأقلام نشتروها يعني نقطنها من اللي بيعوا المكاتب الوازمة هاد الأقلام مخصصة للقماش خصوص الكتابة على تي شيرت وعلى الباسكيت فيها عدة ألوان وفيها هاد القلم وهذا يكون رفع من هنا للكتابة لديها عدة ألوان حاولي أنك تقتني هاد الأقلام مهي شي غالية بزاف الميزة تحقنا فيها نسبة كبيرة من الكحول يعني الكوليزي فلهذا أي شي رح تطبعيه ولا تكتبيه على القماشتاك رح يحتفظ به حتى في الغسيل فحنا نأخذ هاد اللون البنفساجي وللون الأسود ولو تلاحظي أن هاد الزهرة هادي هنا رسومات فيها هاد الخطوط لتمييزها عن باقي الزهرات الأخرى يعني في القلب ستتلقي هاد هاد الخطوط هاد بهذا الشكل هاد هاد الخطوط ستتلقي قلب التاحة باللون الأصفر يعني تقريبا جميع الألوان ولكن القلب التاحة سيكون باللون الأصفر هنا أنا الأصفر يبني هنا هاد الخطوط ولكن هاد الخطوط ولكن هاد الخطوط لا يظهر للملح نحاول أن تأخذ اللون الأصفر يعني تكون كلا الورانج باش تحطي هنا قليلا هكا كيمة بها الطريقة كما تشاهدين رح تتحصلي على القلب التاحة ليكون يشبه للطبيعي هكذا في الأخير نتحصلو على هاد الشكل هاد لزهرة البنسي قلت لكم زهرة بسيطة جدا ولكن يعني العمل فيها متعة ما رحش تكلفك وقت كبير ليس كما باقي إلا الورود فأرجو من الأخوات أنها تقوم بتطبيقها سترى أنها يعني زهرة سهلة جدا ورح تقدر تزيني بها عدة أشياء خصوصا في البيت سنضعها هنا باش نكمل وندروا تكملها للا يعني لو كاد خطعنا هذا ممكن نضعها هنا مع هذا الزهرة الثانية هكذا بشي يكتمل البوكي سنرى كيفية صنع الورقة بطريقة بسيطة جدا الورقة يعني لا يتميزة كثيرا على باقي الأوراق فنأخذها 7 سنتيمترا ونضعها على 2 سنتيمترا ونفصل الورقة بشكل طبيعي كما المعتاد قلت لكم الورقة لا يوجد خصوصية كبيرة تشبه باقي الأوراق ولكن فيها فقط فتحات هنا على الأطراف كيف ترى صورة زهرة البونسي نقوم بشكل طبيعي نقوم بشكل طبيعي بشكل طبيعي حيث نفصل على هذه الحركات التي تعودنا عليها مرة ونقوم بشكل طبيعي ونضع الحرارة هناك ان تكون هناك العرق الأساسي من هو الورقة الأخوات المبتدئات ممكن أن ترسم هذه الأعصاب على الورقة لكن لا تستطيع فعلها بهذه الطريقة وتعاود بالولاعة كامل دور عليهم يعني هذه الرسومات تعاود بالولاعة لكي تعطي لها هذه النتيجة أما الأخوات المعتادة على صناعة الأوراق هي غنية عن التعريف لكي تستطيع فعل هذه الطريقة لكي تستطيع عصاب الأوراق في هذا الشكل فقط بالحرارة لكي تستطيع عصاب الأوراق سوف نضعها تحت الظهرة تماما ونضع أوراق ونضع أوراق ونضع أوراق ونضع أوراق ونضع أوراق لكي تعطينا هذا الشكل إن شاء الله تكون الفكرة نالت أعجابكم والزهرة كذلك أرجو الأخوات نتمنى الأخت شيماء نكون قد فتها يعني أعطيت لك قدر مستطعة من المعلومات على زهرة البونسي إن شاء الله نتيجة تكون مرضية إن شاء الله فقط ما تنساوش الأقلام اللي هي رح تساعدكم كثير في صناعة هذه الظهور لأن هذه الظهرة هذه ميزة تحاوى الرسومات لي فيها فحاولي أن تكون عندك هذه الأقلام والألوان يعني جميعها لأنها أقلام في متناوى الجماعة يعني السعر تحا معقول جداً ونتمنى لكم النجاح في صناعة هذه الظهرة وإن شاء الله نتلقوا في طريقة أخرى في صناعة زهرة جديدة وإلى الملتقى بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته